كتب الشيخ عمر القزابري حفظه الله مقالة بعنوان وما يضرونك من شيء ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون وعلى الهجوم الفرنسي وإساءته لنبينا صلى الله عليه وسلم جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أحباب الكرام جاء الخبر بتطاول اللئام على سيد الأنام فكان ذلك مؤذنا بانكشاف الحقائق وانطفاء أضواء الزيف وزادت الصورة اتضاحا وحقيقة القوم افتضاحا وتهاوت الشعارات المتهالكة أصلا وذلك حتى يسيقن الذين في قلوبهم شك ويزداد الذين آمنوا إيمانا أيها المسلمون لقد قرر قرآننا الكريم أن الرضا من أولئك مستحيل حتى يتحقق شرط الانسهار معهم والتماهي مع أفكارهم واتباع ملتهم فقال ربنا سبحانه وبحمده ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقال تعالى وإيكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون صدق الله ومن أصدق من الله قيل أيها الأحباب ماذا ينقم منا أعداء رسولنا صلى الله عليه وسلم هل ينقمون منا إلا أننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا هل ينقمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى عبادة الله وحده وأن لا يشرك به وأنه دعا إلى تزكية النفوس بترغيبها في العبادات وتنفيرها من المعاصي والمخالفات وأنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى مكرم الأخلاق وحسن الجوار وصلة الأرحام وأنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى البر بالوالدين والإحسان إليهما خصوصا عند الكبر لا أن يحملا في دور المسنين كما هو شأن أغلب القوم وأنه دعا إلى الحرص على عدم اختلاط الأنساب فلا زن ولا لواط ولا شذود وأنه دعا إلى العدل ومحاربة الظلم وعدم السنزاف خيرات الأمم والشعوب وأنه دعا إلى الأمانة والصدق والوفاء والمرؤة والصبر والحلم وأنه دعا إلى تعظيم أنبياء الله وتبجيلهم بل قال له ربه جل وعلا بعد أن ذكر له مجموعة من الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فلا إيمان عندنا لمن لم يؤمن بسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم السلام وسائر الأنبياء الله ورسله لقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى كل فضيلة وحارب كل رذيلة وشهد بخلقه القريب والبعيد والعدو والحبيب بل شهد له الحي القيوم من فوق سبع سماوات لما قال وإنك لعلى خلق عظيم فبالله عليكم هل يعادي صاحب هذه المبادئ عاقل فمن يعاديه إذن يعاديه الذي يقتات من الظلم ويشرب من رجيع العهر يعاديه الزنيم الذي لا يعرف له أصل يعاديه الذي يريدها غابة يأكل فيها القوي الضعيف ويطأ فيها الضخم النحيف يعاديه مصص الدماء وقتلة الأبرياء يعاديه الذين جعلوا الشذوذ والوسخ والعفن حقا يجب أن يصان فلا دير إذن معاشر المحبين أن يكون هؤلاء هم الذين يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يظن أولئك النوكى أنهم بهذا يضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم خابوا وخسروا هيهات هيهات أن تطفئ الأفواه الشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها هيهات هيهات أن يؤثر على سير السحاب نباح الكلاب والله الذي لا رب سواه إن كل هذا لا يزيدنا إلا حبا وتعظيما وتوقيرا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فموتوا بغيظكم وعودوا في رجيعكم فلستم بدارين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في علياء مقامه وأنتم في حضيدكم تسرحون رؤوسكم إلى الأرض فصيحوا حتى تبحح ناجركم وفكروا كيف تحاربون وحتى تتوقف عقولكم وسخروا أموالكم وأبواقكم وعبيدكم فإن الله ناصره ومظهره وكافيه ورافع ذكره وقدره أليس الله بكاف عبده من كان يظن أن لي ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب النكيده ما يغيظ إنه الغيظ يا سادة الغيظ من دخول غير المسلمين في الإسلام أفواجا رغم محاولات ثني الداخلين وإخراج المنتسبين إخراجا وإرهاق المسلمين نهبا وسلبا وخراجا كل ذلك ودين الله الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناشر الرواقه يستقبر كل يوم أفواج الداخلين وسيموت هؤلاء والذين من بعدهم وسيبقى دين الله لا يزداد إلا ألقا وعبقا وإبهاجا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون فأحسن رد منا رعاكم الله هو مزيد اقتراب من سيدنا عظيم الجناب ومزيد إقبال على سنة وإحياء ملة ودراسة سيرته وتسمية المواليد باسمه وتقوية الصلة به وبمنهجه فمن أراد أن يحمد الصورة عند الصباح فليجد في المسير ولا يلتفت للنباح رسمت أصابع ملحدين أذلة نكراء عن كل المناكر جلتي أعمى الضغائن في الصدور عقولهم فتنكبت سبل الرشاد وضلتي حمقاء بادية العيوب بغضة ألقت إلي بدائها وانسلتي شاهت وجوه الشاتمين محمدا وسقوا بكأس مهانة ومذلتي نفسي فداؤك والأنام جميعهم والكائنات لك الفداء وقلتي ما ضر سب أراذل من سلمت شرفا عليه المرسلات وصلتي ما ضر من بذ العوالم فضله عبث الأجيدم في وريق مجلتي جملت بمولدك الحياة وأشرقت وبزينة الأخلاق منك تحلتي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محبكم وحافظ عهدكم وودكم عمر بن أحبد القزابري رحلة تيفي اشتركوا في القناة